العائلة العراقية تدفن موتها بعد سلسلة انفجارات أدت إلى سبعة قتلى في انفجار شاحنة مفخخة اليوم ليرتفع عدد القتلى منذ الاثنين إلى مائة وثلاثة عشر قتيلة وأزيد من ثلاثمائة جريح أهم التفجيرات جارت في البصرة وبعقوبة والعاصمة بغداد أين انفجرت على الأقل ست سيارات مفخخة في منطقة تجارية واستهدفت خصوصا الأحياء ذات الغالبية الشيعية ولم تتبنى أي جهة هذه الاعتداءات لكن متمردين السنة من القاعدة عادة ما يشنون هجمات مماثلة وعرف العراق منذ بداية العام عودة أعمال العنف موازاة مع استمرار المأزق السياسي في البلاد مما أدى إلى مقتل ألفين وخمسمائة شخص في الثلاثة أشهر الأخيرة